أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن أهداف الميزانية العامة لن تتأثر في العامين 2014 و2015 رغم التكلفة الكبيرة للحرب في قطاع غزة وتوقعت الوزارة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي 2.9% في 2014 مشيرة إلى أن السعر الحالي لصرف الشكل يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار اقتصاد إسرائيل ويقترب سعر العملة الإسرائيلية من أعلى مستوى له في ثلاثة سنوات أمام الدولار عند ثلاثة شكلات فاصل الأربعة